موسيقى موسيقى لغتي هويتي جلس أكرم إلى جانب إيمان ابنة خالته وقد عادت من ذيار الغربة لقضاء عطلة الصيف كلمها باللغة الفرنسية اعتقادا منه أنها لا تتكلم اللغة العربية هزت إيمان رأسها وابتسمت ابتسامة تحمل نوعا من العتاب وردت عليه قائلة أنا أتكلم اللغة العربية واللغة الأمازيغية فلا تكلف نفسك عناء البحث عن لغة أخرى لنتواصل بها اعتذر أكرم قائلا عذرا يا إيمان لم أكن أعلم ذلك لكن كيف تتحدثين هاتين اللغتين وقد ولدتي ونشأت في هولندا قالت إيمان الفضل يرجع من بعد الله لأسرتي في البيت ولأساتذتي في المدرسة تدخلت الخالة مريم لتبدد استغراب أكرم وقالت نحن يا ابن أختي لا نتنكر لهويتنا إننا نتحدث داخل البيت بالعربية والأمازيغية ونحرص على التواصل بهما مع أبنائنا وجيراننا وأصدقائنا من المغاربة المهاجرين قال أكرم فهمت فضل البيت وأرجو توضيحا لدور الأساتذة قالت الخالة مريم أترك الجواب ليوسف صاحب الاختصاص فهو مدرس اللغة العربية والثقافة المغربية في هولندا طبطب يوسف على كتفي أكرم وقال أنا يبني بحكم مهنة سأوضح لك ذلك نحن عدد كبير من الأساتذة المغاربة نقوم بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء وطننا في بلدان المهجر جئنا مبعوثين لأداء هذه الرسالة المغربية النبيلة في إطار رسمي كيف ذلك يا عمي؟ سأل أكرم استطرد الأستاذ يوسف قائلا إن المملكة المغربية حريصة على ترسيخ التشبث بمقدسات الأمة لدى أبناء الجالية والاعتزاز بالانتماء إلى المغرب وحضارته العريقة والانخراط في المصاري الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبث بهويته المغربية الأصيلة والموحدة الغنية بتعدد روافدها وحريصة على تأطير أبناء الجالية المغربية لتحقيق النجاح في تحصيلهم الدراسي عبر تعليم ملائم ومتنوع ومنفتح يسهم في المحافظة على الهوية المغربية والاندماج في ثقافة بلد الإقامة جدد أكرم اعتذاره وشكر الجميع على معلوماتهم القيمة